هل هناك ما يسمى بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ لا والله ليس هناك ما يسمى بدعة حسنة وبدعة سيئة أولا رسولنا صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعنضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ما قال فإن كل محدثة سيئة بدعة وإنما قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فإذن ليس هناك وجه لتقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة وإنما البدع كلها سيئة وإن كان ظاهر بعضها أنه حسن فهذا الحسن الذي ظهر لصاحب البدعة هو في الواقع يعني ظهر له ما هو قبيح في ظنه وفي فكره وفي رأيه ولا حول قوتها إلا بالله فإذا القول ثم بعدين الآن ننظر لوما ثلجى وقال والله على كل حال الآن رسولنا صلى الله عليه وسلم وجهنا في الركوع أن نقول سبحان ربي العظيم لكن لو جئنا نقول بسورة الإخلاص سورة الإخلاص التي تعدل القرآن أكثر من سبحان ربي العظيم وقرأت في الركوع سورة الإخلاص قرأت في السجود آية الكرسي ونحو ذلك يعني هيأت قلز والله أجيب لي مثلا الآن أجيب بدل الفجر ركعتين أجيب ركعة الثالثة وهذه الركعة الثالثة فيها خير وفيها قراءة وفيها ذكر وفيها حمد وفيها استغفار وفيها إلى آخر ما يعدد من فضائل الصلاة ثم يقول أنا لم آتي إلا ببدعة حسنة حسنة أنا ما جبت ما دعوت إلى تعظيمي غير الله ونحو ذلك وإنما دعوت إلى هذا الشيء فهل يقبل منه إذن القول بأن البدعة مقسمة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة قول سيئ وقول خاطئ ولا يمكن اعتباره ورسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمة الناجية من النار هي من كان على مثل ما هو عليه صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه وقلنا فيما سبق بأن الإنسان لا يجوز له أو لا يحق له أن يقول أنا والله لا أعرف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه فالحمد لله السيرة والتاريخ وكذلك نفس المسانين والصحاح والسنن التي قام بها رجال الأتقية صالحين الحمد لله فينوا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه فما كان عليه صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه هو المنهج السليم وهو المنهج السلفي وبهذه المناسبة كذلك ممكن أن نقول الآن هناك تصنيفات جديدة في عصرنا هذا وهو أنهم يقولون مجموعة تصنيفات ومن هذه التصنيفات السلفية يقولون كذلك بأن السلفية نحلة جديدة نشأت وهذا في الواقع قول خاطئ فالسلفية نسبة إلى من؟ ليس نسبة إلى شيخ الإسلام بن تيمية أو تلميذه بن قيم رحمة الله عليهم أو بن رجب أو بن كثير أو شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبدالرهاب رحمة الله عليه أو طلابه وأبنائه ونحو ذلك هؤلاء دعاة خير ودعاة إصلاح وهم يدعون إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه فإذن النسبة إلى السلفية هو سلف الأمة ومنهم سلف الأمة سلف الأمة من؟ سلف الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابع التابعين التابعون أئمة الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد مجموعة من الأئمة الذين فيهم الخير وفيهم الصلاح وفيهم السلفية الصادقة رضوان الله عليهم فإذا نحن حينما ننادي بالسلفية ونقول بأن فلان سلفي وكذا لا نقول سلفي لأنه اتبع منهجا جديدا يعني قريبا إحداثا وإنما نقول اتبع منهج رسول الله ومنهج أصحاب رسول الله ومنهج التابعين وبناء على هذا فنحن نقول لإخواننا التقسيم والبدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة هو تقسيم سيء وتقسيم خاطئ وتقسيم مخالف لما أمر به صلى الله عليه وسلم فالرسولنا يقول من أحدث في أمرنا هذا مارس منه فورد ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نرجو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يؤسر لنا عمر انتهاج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ترجمة نانسي قنقر